حدثنا حسين وأبو نعيمين قال ثنى إسرائيل عن زيدي بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد موراة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا قال لا خير فيه نعلاني أجاهد به ما في سبيل الله أحب إلي من أن أعتقى ولدا زنا حسين أبو نعيمين حدثنا إسرائيل عن زيدي بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة موراة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل أمرأته وهو صائم قال قد أفطر حسين علي بن بحر قال ثنى عيسى قال ثنى ثور عن زيدي بن أبي سودة عن أخيه أن ميمونة موراة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله أفتن في بيت المقدس فقال أرض المنشر والمحشر اعتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه قالت أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه قال فليهدي إليه زيطا يسرج فيه فإن من أهد له كان كمن صلى فيه حدثنا أبو موسى الهروي قال ثنى عيسى بن يونس بإسناده فذكر مثله اشترك في القناة